حتات الجارية لتشكيل الحكومة معنا ضيفا في الستوديو القيادي في الإصلاح والإعمار سيد حيدر الملة أهلا بك معنا حياك الله يا أحنا وسهلا بداية السائرون والفتحية تحدثان عن انفراجة بتوصلهما إلى اتفاق مهم هل حقا الانفراجة باتفاق الجانبين أم أن الأمر أكبر من ذلك سيد حيدر شكرا جزيلا يعني بكل تأكيد اليوم الخلافات لا نستطيع أن نقول أنها غير موجودة اختلاف الرؤى اختلاف المواقف اختلاف المعايير لكن يعني نعتقد جازمين أن الوسيلة الصحيحة لحل مثل هذه الخلافات الحوار ولذلك اليوم كتلتين كبيرتين مثل سائرون والفتح ومن خلفهم كل كتلة تحالف كبير مثل تحالف مجانب سائرون تحالف الإصلاح طيب هذه الكتلة الكبيرة يعني ماذا بشأن الأطراف الأخرى داخل كتلتين الإصلاح والبناء في حال توصل الفتح وسائرون لاتفاق مثلا دون مشاورتهما يعني أنا لا أستطيع أن أتكلم عن ضفة البناء والمباحثات والمشاورات أو التفاهمات بين الفتح وبقية أطراف البناء ولكنني أستطيع أن أتكلم عن تحالف الإصلاح والأعمار وأنما يتوصل له ائتلاف سائرون من تفاهمات مع الأخوة في ائتلاف الفتح يحظى بمباركة وقبول واحتضان وتبني كل مكونات تحالف الإصلاح والأعمار وهناك إيجاز من قبل الأخوة في تحالف سائرون لكتلة القيادية لتحالف الإصلاح حول ما تم التوصل إليه من تفاهمات فيما يخص استكمال بناء الكابينة الوزارية وفيما يخص كل الملفات العالقة التي نعتقد أنها كل الملفات العالقة سيد حيدر يعني هل التوافقات الأخيرة يمكن أن تنعكس على أبعد من وزارة الداخلية أم أن المناصب الأخرى كوزارة الدفاع والعدل خارج تلك التفاهمات لأنها تعود مثلا لمكونات أخرى والمحاصصة لا هروب منها يعني شوف أقول لكيها بكل واقعية اليوم نعتقد أن حكومة السيد عادل عبد المهدي هي حكومة الفرصة الأخيرة انطلاقا من رؤية مفادها أن العراق كان يواجه ثلاث تحديات أو أمام ثلاث تحديات تحدي الأكبر الذي تجاوزه وهو تحدي تقسيم العراق عندما احتلت داعش الإرهابية الأرض العراقية ومن الناحية العملية تكاد أن تكون كل معطيات التقسيم في حينها قد توفرت ولكن العراق قد تجاوز هذا التحدي فقط أمامنا قضيتين استمرار حالة اللا دولة أو تحدي اللا دولة انعدام الخدمات انعدام التنمية الاقتصادية في تصوراتنا في تحالف الإصلاح أن الشارع العراقي ليس لديه القدرة على الصبر في استمرار حالة الفوضى وحالة اللا دولة ولذلك لم يبقى أمامنا إلا خوف تحدي بناء الدولة وبناء مؤسساتها ولذلك التحالف الإصلاح والأعمار حريص على إنجاح حكومة سيد عادل عبد المهدي في ملف الإصلاحات الاقتصادية في ملف الخدمات طيب سيد حيدر ذكرت في معرضي كلامك أنها الفرصة الأخيرة ماذا بعد الفرصة الأخيرة؟ يعني دعنا نستبق الأحداث في تحالف الإصلاح والأعمار نؤمن أننا يجب أن نوفر كل مستلزمات نجاح حكومة سيد عادل عبد المهدي ولذلك لدينا مرونة عالية في التعاطي مع الملفات الخلافية ولدينا تمسك حقيقي بالمعايير التي من شأنها أن تساعد الحكومة على النجاح ولذلك عندما أصر تحالف الإصلاح والأعمار على المعايير التي تخص الحقائب الأمنية فيما يخص الدفاع والداخلية انطلاقا من رؤية الإصلاح في أن هذه المعايير هي كفيلة بإنجاح وزارة الدفاع والداخلية عندما أكدنا على ضرورة أن تكون معياري الاستقلالية والمهنية متوفرة بالمرشح لشغل هذه الحقائب الوزارية انطلاقا من قراءة للفترة الماضية عندما سيست هذه الوزارات شفنا دفع العراقيين ثمن باهض من دماء زكية من أموال كثيرة بعد أن احتلت أرض داعش الأرض العراقية ولذلك هذه المعايير قد اقتنع أيضا بها الأخوة في تحالف البناء ولذلك على قدر تعلق الموضوع بنا كأصلاح وأعمار نقدم مرشحين ونترك للسيد عادل عبد المهدي في أن يختار من يراه الأنسب من يختار هذه الحقائب الوزارية شرف أن تتوفر نعم سيد حيناء نعم سيد حيناء المهنية والاستقلالية هناك مصادر تكشف عن عزم رئاسة الجمهورية عقد جلسة مباحثات مع جميع الزعماء السياسيين من الصف الأول ماذا يمكن أن يقدمه القادة؟ يعني شوف اليوم الملتق السياسي الذي مزمع عقده برعاية فخامة رئيس الجمهورية يعني هل هو مثلا لتصفير الخلافات اللي موجودة بين الفرقاء السياسيين؟ هي مو فقط تصفير الخلافات إنما يعني اليوم قلت لك أمامنا تحدي أن ننتقل بالعملية السياسية جيد من مرحلة يعني انعدام المؤسسة إلى مرحلة بناء المؤسسة إلى مرحلة بناء الدولة هذا يقينا هو بمسؤولية كل الأطراف السياسية يعني لا يوجد طرف غير مهم في هذه المعادلة ولذلك عندما توفر رئاسة الجمهورية مضلة لكل القوى السياسية من أجل مزيد من المشاورات من أجل مزيد من المباحثات ليس فقط فيما يخص القضايا الخلافية وإنما يتعلق في كيف نمضي إلى الأمام كما أسلف الشارع العراقي ليس لديه قدرة طويلة على الصبر الشارع العراقي ينتظر منجز والمنجز في هذه المرحلة هو في تشعيجي الاستثمار في سحب البطالة من الشارع العراقي في الارتحاء بالملف الخدمي المتصدع الذي تعاني منه كل محافظات العراق في عادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث ما نكون بحاجة لجيوش رديثة في سحب السلاح من الجهات التي ليس لها صفات قانونية بما يسمى بسلاح الميليشيات أي بمعنى حصر السلاح بيد الدولة فقط طيب أشهر من الحديث عن حكومة تكنقراط وترشيح مستقلين هل اتضح أنها تصريحات للاستهلاك الإعلامي مثل ما يقول المواطن؟ لا على العكس اليوم تحالف الأصلاح والإعمار قد خول السيد رئيس مجلس الوزراء باختيار من يراه مناسبا من التكنقراط لشغل الحقائب الوزرية التي خصصت تحالف الأصلاح وبالنتيجة أنا قلتها أكثر من مرة ونؤكدها من خلال شاشتكم الكريمة اليوم لا يوجد وزير واحد في كابينة السيد عادل عبد المهدي تابع إلى تحالف الأصلاح والإعمار انطلاقا من قناعتنا في أن السيد رئيس مجلس الوزراء كي ينجح يحتاج إلى أن يحدد برنامج حكومي فيه سقوف زمنية وأن يختار الفريق الحكومي القادر على تنفيذ هذا البرنامج ضمن السقوف التي ألزم بها نفسه ولذلك اليوم لا أحد يستطيع أن ليس في معرض التسويق للوزراء ولكن من يستطيع أن يزايد على مهنية وتكنقراط وزير النفط وزير الصحة وزير الكهرباء وزير الأعمار والإسكان والعديد من الوزراء نعتقد هذه الحرية التي أعطيت من تحالف كبير مثل تحالف الأصلاح للسيد رئيس مجلس الوزراء كفيلة يفترض في أن ينجح بالبرنامج الحكومي الذي قدمه نعم وهذا ما يتمنى أشار العراقي السيد حيدر الملأ القيادي في الأصلاح والإعمار كنت معنا وعلى الهوائي مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا